بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله بناء الطلاب الصف الأول تأهيلي في مادة رياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية وضوع درسنا إن شاء الله لهذا اليوم استخدام القطع والأوراق النقلية في عمليات البيع والشراء أهداف درسنا إن شاء الله بناء الطلاب لهذا اليوم أولا يتعرف الطالب على فئات النقود وكذلك يتعرف الطالب على أشكال النقود المختلفة وأيضا يتعرف الطالب على كيفية استخدام الأوراق النقدية في البيع والشراء وأيضا ينفذ الطالب العمليات الحسابية الخاصة بالشراء بصورة سليمة كما تشاهدنا الطلاب لدينا هنا مجموعة من الأوراق أو العملات النقدية المعدنية وكذلك الوراقية نريد أن نتعرف على هذه العملات ونقوم بترتيب هذه العملات من الأقل قيمة إلى الأعلى قيمة لدينا هنا بناء الطلاب في هذه المجموعة الأوراق أو العملات النقدية المعدنية لدينا هنا فئة هللة واحدة ثم يليها فئة الخمس هللات أعلى قيمة ثم فئة العشر هللات ثم فئة أحسنتم الخمسة وعشرون هللة أو الربع ريال وأيضا لدينا هنا فئة الخمسون هللة النصف ريال ثم القيمة التي تليها أعلى فئة واحد ريال ثم فئة اثنان ريال إذن هذه بناء الطلاب هي العملات النقدية المعدنية دعونا نتعرف على المجموعة الثانية وهي العملات النقدية الوراقية وكما ذكرنا نقوم بترتيب هذه العملات من الأقل قيمة إلى الأعلى قيمة كما شاهدوا لدينا هنا فئة الخمس ريالات ثم يليها فئة العشر ريالات وهي الأعلى قيمة من الخمس ريالات ثم فئة الخمسون ريال احسنتم ثم فئة المئة ريال والأعلى قيمة الخمسمائة ريال إذا قمنا بترتيب هذه العملات كما ذكرنا ابناء الطلاب من الأصغر إلى الأكبر الخمسة ريالات ثم العشرة ثم الخمسون ثم المئة ريال ثم الخمسمائة ريال في هذا النشاط ابناء الطلاب قارن قيم النقود بأسعار السلع نريد إن شاء الله من خلال هذا النشاط أن نقارن قيم النقود بأسعار السلع دعونا أولا نتعرف على قيمة النقود المتوفر لدينا هنا ماذا لدينا هنا ابناء الطلاب كما تشاهدون لدينا هنا ورقتان من فئة مئة ريال وورقة واحدة من فئة العشرة ريالات نقوم بجمع هذه النقود إذا لدينا هنا مئة مئتان مئتان وعشرة إذا لدينا ابناء الطلاب هنا مئتان وعشرة ريالات نقوم بعد هذه النقود مئة مئتان مئتان وعشرة ورقتان من فئة 100 ريال وورقة واحدة من فئة العشرة ريالات إذن مجموعة هذه النقود بناء الطلاب لديه هنا 210 ريالات لديه هنا 210 ريال هل تكفي هذه النقود لشراء الدراجة؟ الدراجة بناء الطلاب كما تشاهدون ثمن هذه الدراجة 100 ريال ثمن الدراجة بناء الطلاب 100 ريال هل نستطيع شراء هذه الدراجة بالنقود المتوفرة معي؟ إذن النقود المتوفرة معك عزيزي الطالب 210 ريال وتريد شراء الدراجة وكان ثمن الدراجة كما تشاهدون هنا 100 ريال هل نستطيع شراء هذه الدراجة؟ أحسنتم؟ نعم نستطيع شراء هذه الدراجة كما تشاهدون من الطلاب هنا نستطيع شراء الدراجة بمئة ريال ورقة نقدية واحدة مئة ريال ثمن هذه الدراجة مئة ريال إذن نستطيع شراء الدراجة بهذه النقود المتوفرة لدينا لدينا هنا مئتان وعشرة وثمن هذه الدراجة كما تشاهدون مئة ريال إذن نستطيع شراء هذه الدراجة كما تشاهدون بمئة ريال نقوم بعد هذه النقود مئة مئتان مئتان وعشرة إذن مجموعة النقود المتوفرة لدينا مئتان وعشرة ريال وثمن هذه الدراجة مئة ريال إذن نستطيع شراء هذه الدراجة بقيمة مئة ريال كما ذكرنا ويتبقى لديه مئة وعشرة ريالات يتبقى لديه هنا مئة وعشرة ريالات إذا قمنا بشراء الدراجة بمبلغ 100 ريال أيضا في هذا النشاط أبناء الطلاب قارن قيم النقود بأسعار السلع قارن قيم النقود بأسعار السلع لدي هذه الكرة أبناء الطلاب كم ثمن هذه الكرة كم ثمن هذه الكرة أحسنتم حسب البطاقة المسجلة 27 ريال لدي هذه النقود نقوم بعد النقود ومن ثم هل نستطيع شراء هذه الكرة أم لا نستطيع إذا المبلغ المتوفر لديه هنا بناء الطلاب نقوم بعده لديه هنا ورقة تام من فئة العشر ريالات وورقة واحد من فئة الخمسة ريالات وورقة او واثنين ريال من فئة الواحد ريال من القطع النقدية فئة الواحد ريال إذا نقوم بعد هذا النقود لديه هنا عشرة زائدا عشرة زائد خمسة ريالات زائد واحد ريال زائد واحد ريال يساوي عشرة عشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ريال إذن أصبح لديه هنا ابناء الطلاب سبعة وعشرون ريال إذن تمتلك عزيز الطالب سبعة وعشرون ريال هل تستطيع شراء هذه الكرة ثمن هذه الكرة سبعة وعشرون ريال ومبلغ المتوفر لديه هنا 27 ريال هل تستطيع شراء هذه الكرة؟ أحسنتم إذن نعم نستطيع شراء هذه الكرة المبلغ المتوفر نستطيع شراء هذه الكرة ب27 ريال إذن نعم تكفي هذه النقود لشراء الكرة كما ذكرنا بنا والطلاب قمنا هنا بعد النقود ومن ثم مشاهدة سعر هذه الكرة إذن أصبح المبلغ متوفر لدينا 27 ريال نستطيع شراء هذه الكرة ب27 ريال في النشاط الثاني بناء الطلاب في الكتاب المدرسي أدخر كل طفل مبلغا من المال أكتب ما أدخره كل طفل في الفراغ لدينا هنا مجموعة من الأطفال قاموا بإدخار المال نريد أن نتعرف على هذه المبالغ التي قام كل طفل بإدخارها لدينا هنا محمد قام بإدخار مجموعة من النقود نتعرف سويا على مقام محمد بإدخاره أولا كما تشاهدون لدينا هنا قطعتان معدنيتان من فئات الواحد ريال وورقة واحدة من فئات الخمسة ريالات نقوم بعد هذه النقود لنتعرف على مجموعة النقود التي قام محمد بإدخارها لدينا هنا خمسة ريالات نقوم بالقيمة الأكبر نعد خمسة ستة سبع ريالات إذن لدينا هنا سبع ريالات قام محمد بإدخارها خمسة ستة سبع ريالات قام محمد بإدخارها خمسة ريالات وأيضا واحد ريال وأيضا واحد ريال إذن مجموعة سبع ريالات إذن نقوم بكتابة ما قام محمد بإدخاره إذن محمد قام بإدخار سبع ريالات أيضا لدينا هنا حصة قامت بإدخار مبلغ من المال لنتعرف سويا على ما قامت حصة بإدخاره من المال إذن لدينا هنا كما تشاهدون من الطلاب واحد ريال وأيضا لدينا هنا ورقة واحد من فئة الخمسة ريالات وأيضا لدينا هنا ورقتان من فئة العشر ريالات ورقتان من فئة العشر ريالات إذن نقوم بجمع هذه النقود أو ما أدخارته حصة إذن لدينا هنا كما تشاهدون واحد ريال وخمسة ريالات وورقتان من فئة العشر ريالات نقوم بعد النقود 10 20 25 و 1 26 ريال نقوم بالعد مرة أخرى 10 20 25 26 ريال إذن المبلغ الذي أدخلته حصة أحسنتم 26 ريال 26 ريال أيضاً لدينا هنا جوهرة قامت بالدخار مبلغ من المال كما تشاهدون لدينا هنا ثلاث قطع نقدية من فئة الواحد ريال وثلاث أوراق نقدية من فئة الخمسة ريال نقوم بعد هذه النقود أو ما ادخلته جوهرة إذن 5 10 15 16 17 18 إذن هنا ثلاث أوراق نقدية بناء الطلاب كما تشاهدون ثلاث أوراق نقدية من فئة الخمسة ريال نقوم بجمعها خمسة زائداً خمسة زائداً خمسة يصبح المجموع 15 16 17 18 إذن مجموع ما ادخلته جوهرة 18 ريال نقوم بكتابة العدد 18 ريال أيضاً لدينا هنا فهد قام بإدخار مبلغ من المال دعونا نقوم بجمع ما ادخله فهد هنا كما تشاهدون لديه هنا ثلاث قطع نقدية من فئة الواحد ريال ريال ريالان ثلاثة ريالات وورقة واحدة من فئة العشر ريالان يصبح المجموع لديه هنا 10 11 12 13 ريال إذن مجموع ما ادخله فهد ثلاثة عشر ريال نقوم بكتابة المبلغ الذي ادخله فهد كما ذكرنا أيضاً يقوم ولي أمر الطالب بإعطاء الطالب بعض النقود ويقوم الطالب بعد هذه النقود إعطاء فئة الريالات وكذلك فئة العشر ريال والخمسة ريالات ويقوم الطالب بعد هذه النقود وكتابة المبلغ إذن يتعرف الطالب من خلال ممارسة لهذا النشاط في المنزل بمساعدة أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته